طب بكل بقى القراءة الوافية دي والارقام المتقربة شايف تقل وانتشلوتي او لو نكلم على بايرن مين اخوة ريال مدريد المباراة هتبقى عاملة ازاي ومين اقرب للفوز مين هيقدر يقرى الموقف افضل بكل الادوات اللي عنده خلي بس الناس بقى عندها سقف توقعات عالية شوية او طموحات عالية شوية يمكن دور الثمانية السنة دي تحديدا انا حتى كنت قلتها كذا مرة ان دور الثمانية ده كان اقوى دور ثمانية فتاة اخدار بطاة الاوروبا شفنا اربع مواجهات وكانها نهائي كل المواجهات فيها اهداف وهداف كتيرا يعني كان ارسلال مع بايرن يونيخ اهداف الريال والستي اهداف وهداف حلوة برشلونة وباريس وهداف حلوة تلاتة اتنين واربعة واحد وارقام جاء رايحة جاية دورتكم ادريت فشفنا اربع مواجهات دور ثمانية تكاد تكون الاقوى في تاريخ البطولة الناس بنت على كدك بس ده السيمي فاينال هيبقى بقى ايه درب نار لا خلي ناخد بيننا من حاجة ان الحزر بيزيد وانك بخاف الخوف بيزيد ده طبيعي لان ده سيمي فاينال مفيش فيزار فاللعبة متحفزة وطرق اللعبة متحفزة مش بيرعبوا بالل هو اللعبة المفتوح زي ما حصل في دور الثمانية وطبعا السنة دور الثمانية صعبة تتكرر في السيمي فاينال ولكن الم ماتش الاولاني انتهى اتنين اتنين وطبعا اوروبا خلاص لاغوا نظام الهدف بهدفين وعلى فكرة اعتقد ده الاكثر عدالة بشكل اه ده افريقيا اللي فاضل على فكرة حتى اسيا لاغوها مفيش هدف بهدفين فبالتالي اتنين اتنين دي كانها سفر سفر فماتش النهاردة كل احتمالات مفتوحة ربما الريال يكسب وده يمكن اوقع لانه على الارض ووسط جمهوره ربما تنتهى تعادل ونوصل الوقت الضافي ونوصل للكلات ترجيح ربما بارن يكسب ممكن ده الاحتمال الاقل لحد دوسر ولكن حد كانت توقع ان دورته يفوز على بريس راح جاي اعتقد ان ما فيش خمسة في المية من المشاجئة دورته من دي نفسه كانت توقع ان هم يفوز على بريس راح جاي يفوز على المانيا ويفوز عليه فرنسا ولكن اعتقد ان احتمالات كلها مفتوحة وربما يكون النهائة المانية خالص زي زي قلنا من 11 سنة وربما الريال يوصل وطبعا الريال لما يوصل الفاينال الريال متمرس في هذه البطولة عنده 14 لقب وبيدور على الـ 15 لكنه بيقابل باني منه برضو اللي عنده رصيد في البطولة وتاريخه عاوز يستعيد الامجاد بتاعته مرة دا لكن انت تتوقع ان الريال لو عادة من المباراة النهاردة فهو لا هيخد البطولة هو الاقرب طبعا نفوز بـ 15 لقب 15 بس طبعا ممكن الجملة كده هتزعى الجمهور الاهلي بقى كان فرحان فأولي العلقة هيصوت فغريبة طبعا الريال الاكتر تتويجا في اوروبا 14 لقب والاهل الاكتر تتويجا في افريقيا 11 لقب مفيش سنة دول 25 لقب مفيش سنة الاهل فاس باللقب وفاس بالريال يعني افريقيا اوروبا وما فيس سنة ريال يا بطل اوروبا ايها بطل افريقيا لا يا غريبة ان 25 لقب ان كان في 25 لقب 14 و11 مفيش مرة تصدف الاثنين حتى الناس احد يقول ليه تم الاهل لعب ريال في كسعام القندية ازام كان بطل ان الاهل كان شركة وصيف الناس بس ممكن تكون ناسية الوداد هو البطل والمغرب بتنظم بطولة فالاهل شركة وصيف وقابل ريال مدريد فلاك انت تتخيل الفكرة والصدفة الغريبة هل ممكن السنة دي تحصل تبقى الاول مرة لا ان شاء الله ريال يطلع النهاردة مش ريستنى حتى منك هيطلع النهاردة هي صدفة غريبة لكن طبعا هي صدفة يعني ما فيش حاجة اسمها تفاول وتشوى الكلام ده في الكورة لكن وارد جدا تحصل للسنة دي لان الفرقتين فرقتين كبار جدا سواء على مستوى افريقيا هنا ومستوى اوروبا هنا مع اختلف المستوى طبعا والتنافسي بشكل كبير ولكن سبحان الله الفرقتين دول اللي بيوص على مسارتهم بيروحوا دور الابطال ممكن يبقوا محليا مش مشي معام كويس لكن بروح دور الابطال اوروبا وافريقيا من ادوان الاقصائية تحس ان بيحصل تحول في اداء الفرقة بشكل عجيب وغريب حتى لو كان مستوى ايه مستوى خانيا نستنى بقى خانيا نستنى المباراة دي ونشوف ايه ايه هو متر بصي اهو ايه لك حاجة هي افريقيا هتحسم الاول على الفكرة احنا الفترة اللي جاية يعني التارت اربعة سبعات جاين دول متعة كروية رهيبة عندنا اتناشر وتسعتاشر مايو نهاية كونفدرالية زي مالكونات بركان في الاول في مغرب والعودة مصر تسعتاشر عندنا تمانتاشر وخمسة وعشرين مايو الاهلي والتراجي في تونس تمنتاشر والقايرة خمسة وعشرين فاحنا تسعتاشر مايو نهاية كونفدرالية زي مالكونات في القايرة ان شاء الله خمسة وعشرين مايو نهاية دارة بطال الافريقيا اهلي وتراجي هنا ان شاء الله واحد ستة اللي هو السبت اللي بعدهم على طول نهاية دارة بفتاد أوروبا إن شاء الله فإحنا عندنا ثلاث أسابيع وراء بعض إحنا لنحسن الأول حد تفسد تفسد هيبقى تارت نهايات وراء بعض مهمين جدا جدا وإعتقد أن تتبقى دعوة لمتعة الكراوية وإن شاء الله يعني أنت بختمها مسكي كل جمهير المصرية بتتوجي الأهل والزمالك إن شاء الله